المهم طبعاً نتج عنه في النهاية حرم أريوس لما اتقبض عليه في نهاية أيامه ده من هو شمس من هو شمس آه يعني ده حصل حرم من هو شمس آه طبعاً كل رتب الإكليروس سواء الشموسية أو الكهنوتية أو الأسخفية كلها تغضع للكنيسة وحتى العلمانيين نحن يعني فيه ناس اتحرموا الكنيسة هم علمانيين أيوه فلما عقد هذا المجمع ونقشوا هذي الأفكار طبعاً كانت أفكار خطئة ده تعالب طبعاً مع الكتاب وطبعاً أنا مش عايز أخش بقى في الآيات اللي استخدمها أريوس والآيات اللي استخدمتها الكنيسة وردت عليه ده موضوع بقى بتاع اللاهوت المقارن واللهوت العقيدي ده أكيد في يوم لازم نتكلم فيه بسه هو كمان مهم وخطر الاثنين لأنه إحنا النهار ده في وقت يمكن برضو هستازن قدسك أنا أكلم برضو ناحية الشبابية جداً كتير قوي ممكن يعترض على لا أصلي ما تسيبه الناس تفكر بحرية وإيه يعني لما يقول كذا بس هو لا يدرك أو أوقات إحنا لا ندرك عشان وانش بتكلم على حد بوعين لا ندرك خطورة الفكرة وخطورة التعليم وخطورة الحاجة لدخلنا يعني إحنا ممكن بكل بساطة نقبل أي حاجة فبالتالي إحنا ده هيبقى مشكلة كبيرة عندنا بس عندنا إحنا بس ده عند ولادنا وولادهم وهتبقى كارثة يعني اللي بتقوله ده حضرتك فعلاً يعني سليم وعايز الشباب في الأيام دي يتعلم وعايز أشبه الحتة التعليم بنهر النيل نهر النيل له شاطئين حافظين المية لو المية زائدت وخرجت عن الشطوط تبقى دي بقى تعرضنا بقى الفيضان وكوارث يعني فإحنا عندنا التعليم في الكنيسة محكوم برضو بشاطئين الشاطئ الأول هو كلمة الله بالكتاب المقدس والشاطئ الثاني هو تعليم الأباء وكيف فهموا الكتاب المقدس استلموا من الرسل ومن الأباء الرسوليين عشان كده حتى لو حدم الأباء الإديسين الأدامة ليه رأي شخصي في حاجة معينة لكن لا يتفق مع رأي الكنيسة والإجماع نقول لا ده رأي شخصي نركانه يحب أدي مثل في الحتة دي مثلا يعني ولو أننا هنتوسع شوية في الحتة دي طيب عندنا مثلا عزة كنا بنقراها يمكن في ثلاث البسخة الصبح للقديس يوحان الله زهبي الفم بيتكلم عن أن يهوزة اتناول من الأسرار المقدسة طبعا يهوزة ما اتناولش من الأسرار المقدسة الكتاب قال كده حتى عبارة مثلا لما أخذ اللقمة خرج دي لقمة الفصحة بعدما كان يمدي إيده في الصحفة مع السيد المسيح ونسح قال كده الذي يغم السيد الموعة في الصحفة وحتى يمكن في عهد البابا شنودة كان في قرار مجمعي بعدما نقش هذا الموضوع أن يهوزة ما اتناولش واستقرت الكنيسة على كده لما يجي واحد عظيم حانا زهبي الفم وله قامة وقيمة وله تعليم ويقول هذه الكلمة نقول لا ده رأي شخصي بقى خليه على جنب فهنا برضو أي حد يقول أي كلمة حتى لو من الإدسين ولكن خرج عن الإجماع الكنسي والتقليد الكنسي وتفسيرات الأباء نقول له لا ده رأي شخصي وده برضو اللي أنا عايز أقوله للشباب قل أرائك بكل شخصي بكل حرية لكن لا تفرضها على الكنيسة كعقيدة صحيح العقيدة الحراس عليها هم أباء المجمع المقدس برئاس تقدسة البابا صحيح ورجال التعليم عن مثل حتى الكتاب يقول المعلم ففي التعليم فهنا نرجع بقى الأريوس عشان ما نخرجش على السياق اتحرم في هذه الفترة لما اتقبض على البابا بطرس في سنة 311 ميلادية وكان في السجن أريوس خاف أنه البابا ياخد إكليل الشهادة وهو محروم فأرسل إليه ناس من الكهنة يترجوه لحله ومن العلمانيين ومن الناس اللي يهم ثقل في الكنيسة وثقل في المجتمع فرفض البابا بطرس كل هذه المحاولات ليه؟ ليه رفض دي برضو نقطة مهمة لأنه ما تبش يعني هو كان عايز بس يتحلي من عايز يتحلي بس من غير ما يرجع عن أفكار غير ما يرجع أفكار يعني يحلوه ويرجع برضو ويكون برضو معتنق نفس الأفكار ودي نقطة خطيرة جدا إن إزاي ندي حل الإنسان وهو ثابت على مبادئ خطئة مش عايز يتسحسح عنها الحل ده للتايب معروفة كده يعني حل في سر الاعتراف اللي بيتوب أنا توبت واعترفت عن خطيتي ورجعت عنها بأخد حل صح لكن أفضل على خطيتي وأخد حل ده مين ده اللي يقدر يدي كده يعني ده الكهنة اللي يدي كده مسؤول عن يعني حله ده لأنه غير موضعه صح فهنا سأعليه كل حاجة وبعدين لدرجة إن البابا بطرس بدأ إنه يعني قال لهم يعني يكون محروم في السماء وفي الأرض كمان ولا يرى مجد ابن الله مدام عمل كده وبعدين بتدى بقى يتكلم عن الرؤية اللي هو شفها وكلنا عارفين الرؤية دي قال أنا شفت رؤية إنه مسيح جايلي بواجه المنير جدا وبهيئة شاب جميل جدا ولكن السوب اللي عليه أو الجلبية اللي عليه ممزقة ده البابا بطرس بابا بطرس بيحكي بقى الرؤية بقى هو ليه مصمم على إنه ما يحلوش لأنه ما تراجعش عن أفكاره وفي نفس الوقت عايزي يقول إن ده من السماء مش مني فقال له يا رب من فعل بك هذا الأمر فقال له أريوس إياك أن تقبله في شركتك ووصي تلميذيك أرشلاوس وأليكسندرس ودول كانوا واثنين من تلميذ البابا بطرس أنهم لا يقبلوه في شركتهم يمكن السماء هناك هتعرفة إيه اللي هيحصل بعد كده المستقبل المستقبل إيه اللي هيحصل فعشان كده فرح جامع الناس وجامع التلميذين دول بالذات وقال لهم أنتم هتجلسوا على الكرسي بعدي كل واحد هيجي معدية على الكرسي إياكم أن تقبلوه لأن المسيح نفسه هو وصاني بهذا الموضوع وطبعا كان لي حق الأيام أثبتت طبعا بعد كده عناد أريوس ويعني وعبسه في الكنيسة وعبسه في الأفكار اللاهوتية والهرتقة بتاعته أقلقت الكنيسة لدرجة أن العقد المجمع مسكوني بعد كده بسبب ترجمة نانسي قنقر